السلام عليكم يلا نتحييهم كيف الحال يا شباب صبحكم الله بالخير وارضى شعلومكم طيبين ان شاء الله ابو جواهر اخوكم زمانة او اخوكم عبدالله يلا نتحييهم جميعا اه كم انتري شاطح طالع من الدوام مشايلين ان الله يهدنوا اياهم معدات جديدة مركبينها عندنا بالمكتب وهذا استاذن دعني نزل فيديو او كومنتري فعندي ثلاثة نقاطبة اوضحها النقطة الاولى قبل نص ساعة نزلت فيديو في منتجاتي نزلتها من بداية بتلفيد اوضح وش المغزى من الفيديو هذا الفيديو هذا انا من نزلت من نزلت بتلفيد نصفة الالفة وانا نزلت من ذاك الوقت اربع منتجات كل منتجة نزلة احفظ نصفة احطى فاردسك خارجي قدر الله تعالى انها من سرقت مع سرقة شقة الماضية فقلت ان شاء الله في نهاية أربع منتجاته وانا نزلت الفيديوهات هذه كانت في القناة بس انا مسحتها فاكتركم الان اقول لي ان تمسحها صراحة اول شي كانت خلفيات خلفيات موسيقية فانا ما بشك يعني واني ما تعمد ما عصيت الله اني شلتها بعد ما شلتها ناس كثير تسألني في الوسائل الخاصة وين متجات وراك شلتها فانا كنت ارد عليهم وانا ما كنت ارد عليهم ما ودي اكثر في الهرج فاللي صار اليوم اني انا حبيت اني انزلها حتى الناس الجدد تعرف اني انا كنت انزل منتجات واني صح منتجات سابقة ما هو بقناتي بس مجرد كومنتريات ولا جيم بلاي بس لا فيها منتجات لكن انا شفت ردة الفعل للشباب اكثرهم رد على انها اغاني وانا ما لومهم والله انا اقولهم ما تلمون انا مجرد ما شفت الردود وعرض طول انا مسحت الفيديو لكن هذا هو المنتاج نفسه مسحت الصوت وسجلت عليه الكومنتري هذا لكن يعني الكلمة هذه موجه لله سعى تعالى والله لم اقصد معصية الله سبحانه وتعالى لم اقصد معصيته لكن يمكن جهل جهل مني انا يمكن جهل فاصطغف الله سبحانه وتعالى واتوب اليه ولو يعني الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويقبل الصفار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيد لو انكم لا تذنبون فتستغفرون الله فيغفر لكم لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم ولو تخطئون حتى تبرو خطاياكم السماء ثم تتوبون لتاب الله عليكم فري هذا يعني مبعب اني انا اعترف اني اخطيت انا اخطيت انا ما قلت شيء انا اسف انا اخطيت او شيء اخطيت في حق الله سبحانه وتعالى واخطيت في حقكم ثانيا انا اسف انا مسحت عيونكم حتى نرضي الله سعالى ثم نرضيكم والله سبحانه وتعالى رحمنا بالبيت وكس صراحة لكن مع ان اكثر بيت وكس ما في شيء زين والواحد يتعب على ما يلقى بيت وكس ينزل في ونتاج لكن اقل شيء يعني شيء خلنا نقول يعني ارحم من خلفية موسيقية يعني تكون تكون شسمه يعني صريحة فهذه نقطة الولان نقطة ثانية انا اكلمني ارسل لي واحد رسالة او شيء مستغرب من بعض الردود الافعال يعني ما ادري اش اقول صراحة فليسويته حذفته او شيء حذفت رسالته عطيته حضر في معنى الكوميتر الماضي اللي هو رسالة والله اللي حلها رسالة يعني في معنى انك كبير وفاتح قناة تلعاب وما ادري ايش وهذا افعال بزرانة وزي كده الشيء لانا اوضحه الان اذا انا اقوم بشي اسمه بفرائض بفرائض الصلاة اصلي اللهم بقى العمد في وقاتها اقوم في خدمة بيتي في خدمة اهلي ان بغوا مش واروديتهم ان والله في حاجة في البيت ما اقدر يسويها اغسل معين يا اخي اش فيها يا اخي والله اغسل معين اغسل هدوم يا اخي اه تعبانين يا اخي اقعد امسح الاسراميك يا اخي اش فيها يا اخي ما فيه شي يعني يعني قايم بلي علي اوكي وقت الفراغ اوصع صدري يا اخي الالعاب وش فيها الالعاب يا اخي ما امحرم يا اخي الالعاب يا اخي مهن محرمة وغير كذا يا اخي اه وش تبين سوي يعني هل انا هل الرجولة في بالك اني والله اطلع فرضا واشغل بنات العالم غزل واطلع واسواق وروح احومي واشغل بنات الناس ولا تبيني اشتريلي جد سغورتين اوكي وروح الامر والبس المرات بارتقالية واقلب درباوي اوكي واقعد اصدم الناس اوكي وارجع عليهم ريوس واشي لتفرجون وش تبيني اسوي يعني ما اعدر اش يسوي وهل انا فرضا لو انا كبرت عقلي زي ما انت قول هل انا بحل مشكلة السوريا او اني انا بحل مشكلة العطار في السعودية او خلنا نقول لك وتقدم في العلم وانا الى الان ما كان يكسر زي مرقبة وتفاخر وسب ولعن وتفحيط مستحيل نتطور يا شيخ واحنا بها العقلية يعني من جد نستحيل نتطور واحنا بها العقلية خلنا على الله بس يعني الى جانب صار تصي شغلة لهم عنده 300 الف مشترك وكل فيديو نزله 40 الف مشاهدة ويطلع راتب يطلع عشرين الف خمسو يطلع في حدود من العشر الف دولار وحدودها هذا بالنسبة شهريا يعني دخله بس من اليوتيوب وهذا يقول لي ليش اسمه فاتح قناة العاب هذه سالفة بعض الشباب انا يشوف ردودهم يقول نزل الفلوك اول شي بالنسبة الفلوك انا ما ادري الفايدة منه انا شوف انه ما منه فايدة فلاني انا متزوج فرضنا لو انا نزلت الفلوك ودرحت انا معيالي والسوق والجرير وهذا وشوفني واحد يعني ممكن في بعض الناس عقليات عقليات بزران يقد صورك توحرمتك ولا مادري ايش يعني ما اودك بشي هذا لكن انا اقول بيشت لا انا راح اطلع الفلوك وانا احاط اذا تقول اذا وصلت ان شاء الله انا اقول اذا وصلت ان شاء الله عشرين الف مشترك راح اكون في قفاوي معني ما قطار اوكي وراح اطلع الفلوك اتكلم على القفاوي هذا هذا هو بس اذا وصلت للرقم هذا لكن انا انا شوف انه ما منه فايدة الفلوك ما منه فايدة بس ناس تقدر تشوفك وتقدر تنتقد ولا تقعد ترفع بك ولا يعني ما ادري يعطيكم الفعافية هذا اللي حبي اقوله انتظروا مننا ان شاء الله منتاج القادم بشيئة الله سوء تعالى انتظروا مننا قفاوي قادم انتظروا من الفيديوهات قادمة بشيئة الله في بداية 2013 يلا يعطيكم الفعافية السلام عليكم